عن قطاع الأعمال ومستقبل الشركات الكبرى وعمليات التطوير والهيكلة قالوا أن سر تقدم الشعوب هو أن تأكل مما تزرع وأن تصدر وتربح مما تصنع مع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على أي أساس بنقول هذه الشركة مفترض أنها يتم تصفيتها وهذه الشركة من الممكن أن تستمر يعني بنطور في الشركات عشان تشتغل فكرة تطوير صناعة الغازل والنسيج إلى أين وصلت؟ الدولة حطت استثمارات كتير في تطوير كل المصانع الموجودة الخاصة بالغازل أو بالنسيج أو بالمنتج النهائي أو بالسباخ كيف نستطيع تحقيق الاستثمار الأفضل والاستفادة المثلة لثرواتنا من الأرض ومن البشر؟ العاملين هم اللي حافظوا على كتير من الشركات اللي بقالها أكثر من 60 سنة شغالة نجاح أي صناعة أو أي شركة أو أجل وزارة لازم الأول يقوم على أكتاب اللي يعملين فيها السيارة الكهرباء إيه؟ إلى أين وصلنا؟ في تصناعها؟ في استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر؟ عن جهود تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة مشروعاتنا الكبيرة قطاع الأعمال العام وتحديات التطوير حوارٌ جديد فيه حديث العرب من مصر غداً السابع مساءً على قناة مصر الأولى